قرارات بالإجماعي أصدرتها اللجنة الولائية لمكافحة وباء كورونا ببسكرة أبرزها تمديد مدة الحجر المنزل عبر تسع بلديات هي بسكرة سيد عقب عين الناقى زريب تلوادي شتمة طولغا الدوسن ولد جلال وسيد خالد هذه البلديات التي تعرف انتشار لهذا الوباء ولهذا ارتأت اللجنة طلب الموافقة على تمديد الحجر القرار من طرف اللجنة بالإجماع لضبط الحركة في هذه المدن على مستوى بسكرة المدينة اتخذت السلطات قرار بغلق سوق الخضر بسقاق برمضان ومنع تجار الأرصفة بعد منع النشاط على مستوى السوق المركزي الوضع السحي في بسكرة بدأ ينحو نحو الخطورة وعليه بدأنا بالأسواق كبؤرة بداية بالسوق المركزي الذي تم إزالته كذلك السوق سقاق بالرمضان الذي سوف يزال بداية من الغد للجمعة والسبت صباحا وكذلك بقيت الأسواق في العالية سوق العصر وتنظيم مختلف الأسواق التي من شأنها أن تنقل عدو للسكان إلى ذلك أصدرت السلطات قرار بإنشاء لجان بلدية لرصد مختلف المناسبات التي تشهد تجمعات للمواطنين لمنعها ومن ثم الحد من انتشار الوضع